موسيقى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أحبة الكرام مع حلقة مباركة ميمونة حول موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد صدق من قال فكل له عرس بذكر حبيبه ونحن بذكر الهاشمي لنا عرس أنعم بهذا الموضوع أخي الكريم أختي الكريمة فضل الصلاة على النبي فالله عز وجل أمر بالصلاة عليه في محكم تنزيله فقال بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وللصلاة على النبي أحبة الكرام فضل كبير وعظيم سنتكلم عليه إن شاء الله أول هذا الفضل طاعة لله تعالى وامتتال لأمره عز وجل لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وجاءت بسيغة الأمر والأمر عند الأصوليون أحبة الكرام يقتضي الوجوب أي وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار منها ثانيها ذكر الله عز وجل للذاكرين والثناء عليهم قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعلى مراتب الذكر إن لم نقل من أسماها وأغلاها ثالث هذه الفضائل علامة من علامات الإيمان لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ولذلك القصة المعروفة لسيدنا عمر بن الخطاب عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من أهلي ونفسي فقال لسيدنا محمد ما زلت يا عمر مراقش شوية سيدنا عمر شفكر وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من أهلي إلا من نفسي قال لسيدنا محمد ما زلت يا عمر سيدنا عمر شو برك مع رسول قال واش هذا الرجل الذي اخرجني من الظلمات إلى النور وبه هداني الله تعالى أحب نفسي أكثر منه فعاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من نفسي وولدي والناس أجمعين شنقلين بأعلي صلى الله عليه وسلم الآن الآن أي الآن صدقت يا عمر هذا هو معنى محبة النبي الصادقة أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتقدمه على كل فعل وعلى كل موضوع وعلى كل أمر أحبة الكرام رابع هذه الفضائل سبب في صلاة الله تعالى على من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ومن صلى علي عشرة صلى الله عليه بها مئة ومن صلى علي مئة زاحمت كتفاه كتفاه عند دخول الجنة الله أكبر أنعم بهذه الصلاة على النبي أحبة الكرام قولوا اللهم صلى على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم خامس هذه الفضائل سبب في القرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة لنتصلم على سيدنا محمد بزاف وتكون سيدنا محمد يعني هو ذكره في اليوم يكون إن شاء الله يعني من الذين يستحقون شفاعة النبي ومجالسة النبي ولذلك نقول في الدعاء اللهم رزقنا من يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا أحبة الكرام هذا فيما يخص الصلاة على النبي ولكن سؤال مطروح هل هناك يوم مخصص للصلاة على النبي؟ نعم هو يوم الجمعة قال النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه السعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي الحباب دينا الإنسان يوم الجمعة يحاول الصلاة على سيدنا محمد يصلي عشراء يصلي مئا يصلي ألف يصلي ألفين قد ما صلنا على سيدنا محمد في خير وخاصة يوم الجمعة نكتروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي الإنسان شرفا يوم القيامة في ذاك اليوم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الدنوب كالناس للكثرة الدنوب ديالهم كالعرق دياله يعني وصل العنق دياله كالوصل الصدر دياله كالوصل الحزام دياله كالوصل ركبة دياله العرق دياله من الدنوب دياله في ذاك المشهد الرهيب اللي تكون فيه الشمس قريبة من رؤوس العباد فكل الأنبياء يقولون نفسي نفسي يأتون إلى آدم يا آدم أنت أبو البشر فاشفع لنا فيقول لقد عصيت الله تعالى دعكم مني دعكم مني فيأتون إلى نوح يا نوح أنت نبي الله وأنت أول نبي وأنت كذا فيقول دعوني دعوني قد عاصيت الله تعالى فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهدات والنعمة المزدات وهو ساجد تحت العرش فيناديه المولى عز وجل أن يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه فيشفع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أمته فيخرج للمحيدين من النار إلى الجنة بفضل الله تعالى ألا يستحق هذا الرجل أن نكتر عليه من الصلاة كان دائما في سجوده يقول أمتي أمتي يا رحيم اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وتقبل وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحبة الكرام بالنسبة للصيغ التي كثير من الناس يسألون على الصيغ لخصنا نذكروا بها سيدنا محمد هي كنا استيغلها معروفة وكنا نعرفها وكنا نعملها في التشهد في الصلاوات الخمس وهي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنا كحفوز المجد كان بعض الناس يقول لك والذير بعض الناس يقولون لنا ما تقولوش سيدنا لا سيدي قول سيدنا محمد علش ما نقول سيدنا محمد في غير الصلاة في غير الصلاة عشم نقول سيدنا معمّن أنا غير بعضياتنا تريد أن تقول سيد فلان ولكن هذا النبينا عليه الصلاة والسلام ألا نقول له سيدنا بل هو سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا يوم القيامة يا حبتي الكرام كذلك ينصي قراء كذلك المغاربة بحامة الله ما صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الله ما صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الداكرون وغفل عن ذكره الغافلون ينصي كثيرة انتو استيغى أخي الفاضي الأخت الفاضينا استيغى لك ترتح لها المهم أننا نصلي على رسل الله فاللهم يا ربي نسألك في هذه الأيام مباركة ونحن صيام قيام أن تصلي على نبينا محمد اللهم آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وبعثه اللهم يا ربي المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عن ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين